اشتركوا في القناة هي مش مجرد زبدة للأكل بس احنا نقدر نعمل بيها الحلويات والمعجنات وده يمكن ميزة كبيرة جدا مش متوفرة فانواع زبدة تانية موجودة في زبدة بتبقى أكل بس زبدة لازم تكون للمعجنات عشان تورق زبدة تكون للحلويات النهاردة ما شاء الله زبدة المصريين قادر أطبخ بيها أكل عادي قادر كمان أعمل بيها معجنات زي ما هنعمل النهاردة وكمان قادر أدخلها في الحلويات وصفتنا النهاردة اللي هنستخدم فيها يا جماعة زبدة المصريين هي وصفة حساسة جدا بمعنى أن هي الأصل في الوصفة بتاعتنا هي الزبدة فلو كانت الزبدة صح وجميلة ومظبوطة وما فيهاش مية تطلع عشرة على عشرة الوصفة بتاعتنا هنعمل النهاردة بسكوت الزبدة اللي بنجيبه من بره بمبلغ وقدره هنعمله النهاردة بمنتهى سهولة جدا جدا والأصل في الوصفة طبعا هو اسمه بسكوت الزبدة يبقى الأصل في الوصفة هي الزبدة واللي نجح لي الوصفة بتاعتي بفضل الله هي الزبدة فالنهاردة زي ما سألتوني أقدر أعمل بزبدة المصريين معجنات وبسكوتات الحاجات الحساسة جدا قلتلكم آه وقلتلكم كمان على حلقة النهاردة هجاوبكم على الأسئلة بتاعتكو دي عملي عشان كده النهاردة ان شاء الله هنستخدم زبدة المصريين في البسكوت الزبدة أو بيتقال عليه كمان البسكوت الإيطالي اللي بيتباع في محلات الحلونية القبار كمان ناس كتير بتروح تجيب البسكوت ده بالذات من طعمته ورحته وملمسه كده المختلف تماما بتجيبه بمبلغ وقدره يعني فالنهاردة هنعمله ولا أي حاجة خالص تعالوا الأول نسمي باسم الله ونقول المقادير وبعدين ندخل على التحضير المقادير بتاعتنا بسكوت الزبدة طبعا هنمشي بالجرام علشان تبقى مظبوطة معك جدا تقدري تجيبي ميزان لازم يكون موجود في مطبخك ميزان أي ميزان رخيص مش مشكلة انه يكون غالي بس لازم يكون عندك ميزان في مطبخك عشان بالذات المعجنات والحلويات عندنا 500 جرام دقيق ده 500.5 كيلو مفيش مشكلة 350 جرام زبدة المصريين ودي هنعيرها مع بعض بعد كده 150 جرام سكر بودر بطين اتنين بيضة كاملين السفار والبياض معلقتين لبن بطر بيهم العجينة لو حسيت انها نشفى شوية وممكن تاخد معلقتين كمان علشان العجينة هنشتغل بيها في كيس الحلواني شوية فانيليا وزارة ملح نقول المقادير بتاعتنا تاني 500 جرام دقيق 350 جرام زبدة المصريين 150 جرام سكر بودر اتنين بيضة معلقتين لبن بودر وممكن احتاج لبن عادي وممكن احتاج معلقتين كمان وممكن بدل اللبن مياه مفيش مشكلة وزارة فانيليا وزارة ملح بس هي دي المقادير بتاعت بسكوت الزبدة او البسكوت الايطالي اللي ايه غالي جدا ليه معرفش احنا حطين ايه في المقادير يخد او يخلي الوصفة غالية معرفش فزي ما قلتلكم هنستعمل زبدة المصريين النهاردة تعالوا الاول نفتح القالب بتاعنا انا مطريها شوية في الميكرويف عشان اعرف اشتغل بيها في الوصفة بتاعتي على طول لما بنطلب زبدة المصريين من الرقم المختصر اللي هينزلكم دلوقتي على الشاشة بتقدروا تطلبوا الزبدة سواء البقري او الجاموسي وبتوصل لكم لغاية عندكم ودايما بنقول يا جماعة زبدة المصريين هي فعلا فعلا راعي الزبدة الاساسية الزبدة البلدي على حق بجد من زمان الزمان الرقم قدامكم اهو 1-7-1-3-9 يلا على طول السرينة حلوة كده للرقم وطلبوا على طول كل منتجات زبدة المصريين يلا وليلي حاضر 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 شوفي تلاتة حاضر تلاتة حاضر يعني بصي بقى اهو هيخد كل المقادير كده يا جماعة بعيدة علشان ايه مخرجتنا تبقى مبسوطة يكش تبقى مبسوطة يلا لا بعد الشر ايجي يا جماعة قالب زبدة المصريين بشيله من الكيس الخارجي كده بلاقي فيه استريتش كمان تغليف تاني جوه اللي واخد معاه الاستيكر المميز جدا جدا لزبدة المصريين زبدة بقري زبدة جموسي كمان فيه سمنة متسياحة جاهزة سمنة بلدي وسمنة جموسي اجمل من بعض الترميلة الاساسية والطعم والريحة الاساسية القالب الاساسي بصو انا مطريها خالص ازاي ده شكل القالب الاساسي اللي بيبقى جوه العبوة بصو اهو زبدة المصريين تمام؟ راعي الزبدة في مصر وهنزل لكم تاني الرقم المختصر عشان الناس اللي بتقعد تسأل اجيب الزبدة ازاي من المزارع بتاعتهم نلبس بس جلاوزات وناخد بقى ايه؟ مقدار تلتمية وخمسين جرام من القالب بتاع زبدة المصرية الخط الساخن قدامكم الرقم اهو واحد سبعة واحد تلاتة تسعة يلا بينا بسم الله المقادير عندنا مقدار الزبدة في الوصفة تلتمية وخمسين فاحنا دلوقتي هنفتح كده بالراحة بسم الله هكذا وهناخد مقدار تلتمية وخمسين فكده لازم يبقى معايا ميزان لازم في البيت من فضلكم يبقى عندكم ميزان بصوا مجرد مادتها بس اقل من دقيقة في الماكرويب شوفوا طريط خلص بصوا الزبدة عاملة ازاي؟ دي بقى اللي تقال عليها زبدة يا اخواتي زبدة هي فعلا زبدة يا اخواتي زبدة ما شاء الله هنعمل ايه بقى؟ هجيب الميزان جنبي وهنحط عليه كيس تلاجة زي ما انا بشتغل في البيت على طول بنوزن ازاي؟ ادي الميزان اعتقد كده انه يا سمر هتبقى الموضوع بالنسبالك ايه؟ طبعا طبعا بص يا جماعة ميزان بفتح كده نصفره الاول وبعدين هحط عليه كيس وهاخد من زبدة المصريين واوزن بسم الله كده راحتها حلوة 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 بجد ما شاء الله كده لسه مية خمسة وتسعين ناخد تاني احنا عايزين تلتمية وخمسين كده تلتمية وعشرين اهو بالراحة كده ماشي لا كده زادت شوية لما ناخد الوصفة بالجرامات يبقى لازم لازم نهتم جدا بالوزن بس زي الفل يا سلام على الميزان نشيل بقى بيتقالب الزبدة ده عشان نشتغل في الوصف وادي قدامكم تجربة عملية سواء لاستخدام زبدة المصريين اه في البسكوتات او سواء كمان للميزان مين معنا يا اكرام اهلا وسهلا صباح الفل وصباح الجمال صباح السعادة زيك يا اكرام عاملة ايه صباح الفل عليك يا رب صباحك حانة وسعادة يا قلب يا رب يا رب تسلمين يا رب يروأ ذلك يا رب العالم انا وانتي وجميع السامعين يا رب يا حميلة قلبي تسمعيني كده وليلي بصي حملت العسل فينه اه تملك بالله جميل جدا طب الحمد لله الحمد لله وعملت الفرخة المشوية طبعا جميلة لا والله ما شاء الله اخصم بالله العلي العظيم قلب انا عزيزي العزيزية يا شفهالة جميلة جدا لا ده انت كده المعمل اشتكى منك بقى انت كده المعمل يعني كفاية بقى بس في غلطة انا غلطة انا فيها في عايزتي توضحيها ايه ايه اللي حصل بص يا ستي انا عملت العزيزية بنفس المقاتل ايه زي المهلبية مش خلاص بس انا دخلتها الفرن والكلام ده كله تمام بس ضلحتها ما كانش ماسكة يا شفهالة وليلي ايه لعيب اللي حصل عندي فيها مش ماسكة ايه سيلة قوي اه سيلة زي المهلبية بصي بقى انا قلت لكم وهي على عين البتجاز لازم تغلي شوية لغاية ما تتقل انت كده هي لسه فيها مية كان لازم تفضل تغلي على عين البتجاز شوية لغاية ما تطلع كل البخار وكل المية اللي جواية وتتقل بس يعني هي دي بس النقطة بس هي طعمها بصراحة واقسملك بالله جميلة 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 انا عايزها تاني تغلي شوية جربيها تاني وخليها بس تغلي شوية لغاية ما تلاقيها هي نفسها بتختم معاك في الحلة بس يلا بينا انا حطيت الزبدة طرية ولا سخنة سايحة ولا ساعة من التلاجة زبدة طرية تعالوا نضربها الاول كده ننعامها وبعد كده ننزل بالسكر البودر بسم الله بجد ما شاء الله ما شاء الله بجد يعني يعني اللهم صلى على النبي بجد اللي عليه الصلاة والسلام الزبدة رحيتها طلع حلوة قوي قوي يا جماعة اشتركوا في القناة وضفوا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا 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 مضرب يدوي يا ترى هنلاقي يا سلام أنا قلت كده برده بصوا يا جماعة ادي الخليط بالمضرب يدوي بقى كده واقلب نعم على قد ما تقدري اهو بسوا يلا اه اه عادي اهو هو كده بس كده كل المقادير دخلت في بعضها بعد ما حطت دقيق وزارة الملح زي ما قلت لكم لو لقيت العجينة يبسى شوية معايا افشى شوية هكمل بقيت معلقتين اللبن اللي انا ركنتهم للاخر بالوقت بقى هننزل بالدقيق بس بعد ما ننزل بالدقيق بالشكل ده مفيش عجن الباسكوت ما بيتعجنش عجينة الباسكوت بتتلم طول ما انت شغالة في المقادير السايلة عايشي عايزة تعجني عايزة تعملي براحتك حطينا الضيق شكرا لم فقط بالشكل ده اهو يا نادا اهلا وسهلا اهلا احلى نادا في الدنيا عامل ايه صباح الفل عليك ربنا يخليكي انا بحبك حضراءك جدا تتعييش يا نادا والله ده من زوئك يا عمر ورقتك ربنا يخليكي ربنا يخليكي حضر لتعييش يا ع generosity عامل ايه عامل اين يا سكوت تفضلي معانا ربنا يخليكي ربنا يخليكي تعييش يا نادا اعني بحب حضرتك جدا واول مرة تكلم على الهوت يا حبيبت قلب تكلميني على طول يا نادا حبيبت سمعاني اه كلميني على طول الرقة دي لازم نسمعها كل يوم يا نادا حبيبتي نورتين يا احلى نادا بصوا بيا يا جماعة الانسيابية بتاعت العجينة ما شاء الله يعني اعتقد اعتقد كده ان هي مش هتحتاج لبن تاني المعلقتين الاولانين اللي حطيتهم دول كفاية قوي طيب فلنفرض عندك الديق غير الديق والنوع غير النوع وعلى فكرة عشان تبقى عارفين فعلا فعلا فيه انواع دلوقتي في السوق صعبة قوي يعني بتحطيها كده تعجيني تلاقيها افشت مسكت محتاجة سوال كتير وتقعد تشرب السوال اللي انت عملا تحطيها فافريدي الديق غير الديق طيب ومعلقتين اللي حطناهم في الاول ما كفوش نحط تاني اه حطي تاني وفيش مشكلة وممكن بدل اللبن مية كمان برضو ما عندناش مشكلة خالص لبن او مية مفيش اي مشكلة بصوا بعنا ايه خلطت كله ببعضه ازاي وشوفوا العجينة عاملة ازاي بص يا سمر العجينة اهي بصوا شايفين العجينة طرية انسيابية خالص ازاي شايفين اه ولا كلمة بس كده وخلاص المفروض نسيبها تستريح شوية انا هشتغل بيها على طول اه معايا تمام ومساحتش والراز مشغلة خلاص تمام اه لقيتها لأ لسه عايزة تريح شوية هنريحها ونجيب العجينة للمس رياحة مين معانا يا رحمة يا لولي يا لولي يا لولي يا حبيب قلبي ايه الامر ده ايه الصوت الحلو ده ايه يا لولي ايه الحاجات النواعم دي يا حبيبتي ايه جدا 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 ربنا يخليكي والله انت اللي احلى نواعم في الدنيا اللي يخليك البسكود ده على فكرة غالي وفي محلات جدا جدا ورا فعول يا مان دولة ايه طب وليه ما احنا هو هنعمل كمية قدي كده من غير ولا حاجة يعني والله تسلم ايديك والزبنة الواء وهجربها يلا يا باشا وانا بطلب القط ما بيردوش علينا عشان اجد مني الزبدة دي لا التسل تاني خليكي وراهم بس ممكن يكون الخطوط عندهم مشغولة خليكي وراهم زبدة محترمة وليلي وليلي ما سمعتش بيها ايه وليلي تاني ما سمعتش عايزون نعمل بها فطير ونعمل اه نعمل يا باشا يا نهى رب يد اللي انتو عايزينه ونعمل بيها كل حاجة عمشتوه على مهل الغت ما الحبابك نداهلي عن دولة من عناية يا حبيب قلبي من عناية نورتين يا حبيبتي هجيب بقى كيس واي بلبلة عندك واي شكل اعمليه الشكل بس اللي انا عامله لكم النهاردة هو ده الشكل اللي بيبقى موجود في محلات الحلواني يعني ده شكل بسكوت الزبدة الاصلي لكن انت عيش بقى عندك اشكال عند اشكال بسكوت تعيش بيها عندك اي بلبلة شكلها حلو وعايزة تستخدميها براحتة خالص بصي بقى انا بعمل تستل العجينه ازاي حطي كده يدوبك كده حاجة بسيطة الاول في الكيس وهضغط وانزل العجينه من البلبلة نزلت معايا انسيابية و تمام ودتني الشكل خير وبركة طيب تعبتني ووجعت ايدي وما بتنزلش بسهولة هروح حطى معلقتين لبن او معلقتين مية على بقية العجينه وبقى كده خلتها انسيابية بمنتهى سهولة بسم الله يعني انا جاي اعمله دلوقتي الخطوة اللي هعملها دي دي كده تعتبر اختبار ده تستل العجينه تعالوا نشوف يلا يا امر هتعمل ايه معانا يلا بينا اي شكل يعجبك اي شكل بصي هنعمل مثلا كده اهو ده الشكل لا ده الشكل الاساسي يا لميست ده الستاندرد تاع الباسكوت ترهمين ازاي ده الشكل الاساسي بتجبر معانا بعد كده وبتروح قفلة فبتدي شكل الباسكوتة الجاهزة بالضبط تاني بسم الله اهو شوفوا بصوا ما شاء الله ما شاء الله ولا قوة الا بالله العجينه نازلة عاملة ازاي ولا كلمة تاني خلي بالك عشان باسكوت الزبدة ده بيزيد شوية عشان كده بصوا انا بعمله شوية بعيد عن بعضه اهو وبسيبها مفتوحة كده لانها بعد كده بتقفل لما بتكبر شوية بتقفل اهو ودي قوامل عجينه ما شاء الله كده هي مش محتاجة معايا ولا سوائل ولا لبن ولا ميا هي كده زي الفل ناخد حتة كمان استاذة زينب شفهالة ازاي حضرتك ربنا ايه خليك ده نوركو كلكم معايا والله انو احسين يا شفهالة والله والله وانتو بتوعزوني جدا ربناудиمن معايا بس بص يا شفه لان عايزة تستانية اللي فيها كوبايك شاي بلبن وكوباتي شاي سادة يه انت عايزة تستانية اللي فيها الكوبايتين اهو اللي عندي شاي بلبن والعندي شاي سادة بس كده الله يكرمك كلك وكلك اخلاق بس كده والله غالي والتلب غالي كمان кими �ining الله يكرمك الله يكرمك يا حبيبتي تحت امرك الله يكرمككindi فقل هي بها عايزة تتكلم حضرتك قوليني هتفتروا معي هتفتروا معي باسكوت وشاي بلمن لا والله حبيبتي ألفة أنا وشفها ليك والماما وليك وجميعا يا رب اللهم أمين بصوا كمية الزبدة اللي في الباسكوت ما بتخلناش ندهن الصينية أي حاجة زي ما كانت لميس بتقول ما بندهنش الصينية أي حاجة هو الباسكوت نفسه أول ما بيستوي على طول بيسيب الصينية بيعمل من تحت طبقة حلوة كده بتسيب الصينية الوحدة عشان هو فيه كمية زبدة دي آخر واحدة معنا الفرن لازم يكون سخني جدا وبندخل الباسكوت على درجة حرارة ركزوا معي بقى في الحتة دي مية وسبعين مش أكتر من كده مية وسبعين يكون اتحمص من جوه واستوي كويس قوي بس الوش بتاعه ما بياخدش لون يعني ما بيغمقش ما تحطهوش تحت الشواية بيبقى فاتح يا جماعة ما بيبقاش غامق تيجو نعمل شكل تاني يلا لسه عندنا وقت طب ماشي يلا أي شكل تاني بقى يعني بنفس البلبلة ممكن أعمل شكل الباسكوت الطويل وممكن أعمل زي البتيفور آه عايزة تساق ينتي شوفتي فيهمتك وأنا في موقعي هذا فيهمتك على طول يلا يا باشا يلا نعمل شكلين تانيين شكل زي البتيفور كده وشكل طويل عشان الناس اللي بتحب تساق بسم الله بلبلبلة كده وكيس الحلواني وعيشي وعلى فكرة عايزة أقول لكم حاجة أنت ممكن من غير كيس الحلواني في البلبلة نفسها تحط العجينة وتدوسي كده بصبعك وخلاص بس عملناها قبل كده مرة على دخلة العيد كانت العجينة معكسانة واللي كاس عمالة تتقطع رحنا عاملنا بلبلبلة على طول يلا بينا نعمل بقى الشكل الطويل الحلو ده بصوا شوفوا ازاي اهو اظن الشكل ده برضو موجود عند الحلوانية اهو شايفين ماشي يا الله على زبدة المصريين والعجينة الحلوة اللي عملته لنا اللهم بارك بجد اهو ماشي ده شكل البسكوت الطويل تعالوا نعمل شكل زي البتيفور كده اهو اهو شوفوا وبعد كده ممكن زي البتيفور بالزبط تلزد ايه بمربه ما عندناش اي مشكلة خالص يلا بينا زي ما قلتلكم بيستوي على درجة حرارة يا جماعة مية وسبعين البسكوت عشان ينشفه قلبه يتحمص معانا لازم يدخل على درجة حرارة هادية على شرط لازم الفرن قبلها يكون سخن ادي الشكلين معانا تلات اشكال اهم اختاروا الشكل اللي يعجبكو واللي ناسبكم وقاليكم جميعا يا رب بسكوت الزبدة زي ما حبيبتنا اللي اتصلت اهو وقالت انهو بيتباع بره غالي جدا واسمه كمان بسكوت الايطالي عملنا بمنتهى سهولة اتنين بيضة وزبدة المصريين وشوية دقيق وعملنا البسكوت الغالي ولا اي حاجة خالص والمقدير اللي عملناها بتديكي كمية كبيرة يا رب يا رب الوصفة تكون عجبتكم دلوقتي فقرتنا خلصت بس حلقتنا لسه ما خلصتش تلعو فاصل بسرعة اهلا وسهلا بيكم بعد الفاصل ورجعنا مع بعض في الفقرة اللي كلنا بنستناها وانا اولكم كمان الفقرة اللي بنشوف فيها نمازج قدرت تاخد القرار وتغير حياتها وكمان النمازج دي بتيجي بنفسها تتكلم كانت ايه وبقت ايه وكانت ايه مشاكلها وقدروا ازاي يتعاملوا مع المشاكل دي وما يكونوش حبساء للسمنة اللي دايما بنقول ان السمنة دي بتبقى عاملة زي القفص اللي حابص صاحب مرض السمنة جواه هي السمنة مرض ولا مش مرض طب ازاي اقدر اعمل كده طب النمازج الجميلة اللي بتيجي تتكلم عن نفسها وتديها كده حافظ كبير ان احنا ممكن في يوم الايام كل اللي بيسمعوني دلوقتي بيتفرجوا علينا ممكن في يوم الايام يكونوا معنا هنا غيروا حياتهم وخدوا القرار معنا النهاردة معنا حبيبة الكل بمعنى اصحة اللي شقلبت الدنيا اللي غيرت كل الموازين اللي عرفت ازاي تخصص الناس اونلاين وكانت اولى مؤسسي فكرة التخصيص اونلاين معايدا النهاردة نرحب دي فتنة الجميلة اللي دايما منورانا معنا دعاء سهيل دكتورة في علم التخصيص البشرية اولى مؤسسي فكرة التخصيص اونلاين زي ما بقول لكم كده بالضبط مؤلفة كتاب التخصيص واصر الوعي والممارسات الغذائية على النمو الجسمي وصاحبة مبادرة السمنة نقوس خطر اهلا وسهلا دايما منوراني يا حبيبتي بجد دايما بتبهيرينا بالنمازج اللي بتيجي معنا والمبادرات اللي ماشى الله اللي على طول كده يا رب من نجاح لنجاح دايما معنا بقى امين النهاردة سمرت نجاح كالعادة الحمد لله يعني ايوة اه معنا اه حالة ساز زين ساز زين ساز زين اه يعني كان عنده مشاكل صحية نتجة من السمنة والله هو يشرح افضل مني اه منورنا اه الله خليك اقول لي بقى ايه كانت حالتك والله انا وصلت المرحلة ان انا يا كاد يكون اه بقيتش اسمع وداني في تعف ردلي في اه لدرجة ان انا بقيت امشي بالعكاز في الشركة بقيتش اقوم بالواجب بتاعي في الشغل كويس اه الحركة كانت فيها مشكلة الحركة كانت فيها مشكلة عمل عملية وبوضي وعملت عملية وردت علي تاني تغيير مفسد اه لدرجة ان انا رحت في الشركة خلاص بقيتش اقادر اقوم بشغلي اه عملت ضايت كتير عند ناس كتير برضو ما جابش معايا نتيجة اه سازين حضرتك ساعتها في المرحلة دي كنت كام كيلو حاليا كنت حوالي ستة وتسعين ساعتها كنت ستة وتسعين بس طبعا ستة وتسعين بمرض اه يعبين علي فعلا المرض فيه ممكن مية وتنين مية وخمسة وصحته حلوة انما دي ستة وتسعين بمرض لفترة مؤقتة بالزبط طالما فيه سمنة مش كده بيبقى حتى لو كويس اليبان مش معندوش مش كده لكنه اكيد عندو مش كده لكن كده الجسم بتده يشتكي بالزبط من الوزن ده على طول كده فطبعا عملت ضايت برة كتير ما جابش نتيجة اه وانا قاعد بالصدفة انا وزوجتي بنتفرج على الدكتور دعاء اه قلنا نجرب نشوف خدت مرة اتنين لقيت فيه جسمي حسيت ان هو ريح اه فلدرجة راحت زوجتي راحت دخلة معايا برضو وفعلا نزلت وعلاج فعلا فعلا يا دكتور علاج سحري وكمل غزائي اه بأمانة طبيعي امن على الصحة اه عشبي مرخص وزارة صحة اه فيعني الموضوع مش مش سحر ولا حاجات اه حقيقة حقيقة انا انا احارب السنة اه الموضوع انا حاولت ليه انا عملت اه اه او اختراعت فكرة تخسيس اونلاين من تسع سنوات شايفة ان الحياة بتاخدنا وضيق الوقت وما فيش الوقت غير متاسع ان انت تكون بتتابع او بتنزل جام او كده انما لو عندي وقت راحت جام طبعا جميل ان انا تابع في العالم وابقى رايح جاي حريصة عنه انما تخسيس اونلاين بفهم ايه مشكلتك وانا دكتوراه في علم التغذية علم التغذية قال لي ان فيه هناك العديد من السمار التي تقمع الشهية تعلي معدل حرقة الديني الفايتامينز او الباور او انها تعمل لي ديتوكس الجسمي او تكون مضادات اكسادة كل ده موجود في العشاء طب انا عايزة بس اضيف بقى نقطة مهمة جدا من رأي المتواضع طبعا انا دايك على رأسنا ان موضوع التغذية اونلاين بيفيد شريحة كبيرة قوي قوي من الناس طبعا يعني زي ما حضرتك قلت ايه اللي عنده وقت او اللي قادر يتحرك او ينزل يروح لكن احنا التغذية اونلاين بيخدم الناس اللي هي مش قادرة تتحرك ما عندهاش وقت يتحركوا كتير فطبعا التخسيس اونلاين بتاعلي ده حل سحري بالنسبة لهم يعني اه ما يعني اه هنا اه اما اما يكون ساس زفاء اه زين زين اه اه ما عليش ساس زين اه ما راجل برضو عنده ورديات وعنده شغل وبتاعه فهو شايف ما عندهوش برضو اه هنا ان شاء الله اشوف الاستاذباهي اه انستأذن طبعا الشيف بيتنوروني هي دعم المبادرتنا اسمنا نكوس خطر ومش عايزين يعني نكون احنا بس استاذ زين قال لي جملة كده جانبية انا مش عايزها تبقى جانبية ايه قال انا انا لابس بلبس لبس ولادي لبس ولادي الكلمة دي جميلة جدا يعني انت دلوقتي مقاساتك نزلت لدرجة ان انت دلوقتي بتقدر تلبس لبس ولادك ده حقيقي والله صدقيني التشيرت ده هو عيكون على الهو لا اقول 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 اتشيرت ده بتاع ابني والله والبنطلون انا انا عايز احس بفرحة طبعا عايز احس بفرحة يا جمال اللي بيخص عشان يبحث عن الجمال هل الجمال اكتصر عن المرأة من يبحث عن الجمال رجل وسته وربنا جميل سبحانه وتعال احب الجمال يعني بالزبط كده انا عايز احس بفرحة ان انا صدقيني اول بناس شديدين ان انا بكون صحته جيدة اكيد يكون شعر بفرحة اما يكون حاسس ان هو يعني خفيف وقادر يروح وقادر ييجي وقادر يمارس حياته بشكل صحي وشكل طبيعي اكيد بيكون ده فرحة ان انا اكون كنت بقعاني من مرض معين ومع زوال السبب زال المرض اكيد ده فرحة طبعا علشان انا اخس وابدأ حياة تانية مختلفة عن الاولى او الحكم الاولى في حياتي فده فرحة ان انا اتطور لانسان جديد بمشي كويس وابقدر انشي وبقدر عيش حياتي ده فرح هل هل في حد ضد الفرح لا طبعا لما يبقى جمال خارجي وصحة ضحلية اللي اتنين مع بعض احنا عايزين ايه تاني اكتر من كده وغاية حياته وبعدين انا دايما الحالات لما بتتوقف عن الكورسس بتاعتي انا عايزة افاجئك انه فقدت تلاتين كيلو دول من سنة ومثبت وما بياخدش حاجة النهاردة مثبت بقاله سنة انت مثبت بقالك سنة يا استاذ زين بس مشيت على ثقافة الاكل بتاعت الدكتورة اه طب قبل بس ما نعرف بقى ايه ثقافة الاكل دي ناخد بس الفيسبوك مهم جدا يا جماعة ناخد صفحة الفيسبوك يا جماعة ودي الصفحة الاساسية الموثقة بالعلامة الزرق متردوش علينا والنبي معلش احنا اسفين ده ضغط مكالمات يعني طيب ادي العلامة الزرقه عندكو اهي ادي الصفحة عندكو ارقام التليفونات اللي عليها كمان خدمة الواتساب مش كده اه اه ادي يا جماعة اه ادي يا جماعة اه دي زجته وهي تخينه لو شفت ايه اه اه ايه مش هتعرفيها ماشا اه بعد الخاسة سنة معندي الصورة اللي هي وهي خاسة هنا لا احنا بقى ان شاء الله تيجي بقى نجيبها حلقة نجيبها حلقة ان شاء الله ايه يا جماعة صفحة الانستجرام كمان ايوه ودي الفيسبوك وزايد ارقام التليفونات كمان اللي موجودة على الشاشة وعليها خدمة الواتساب يعني يا جماعة ما بتشتكو ملكوش حج انتو عندكم ارقام التليفونات عندكم على ارقام التليفونات كلها خدمة الواتساب عندكم صفحة الفيسبوك الموثقة بالعلامة الزرقة وعندكم كمان صفحة الانستجرام يعني بصوا وسائل قد كده يلا بسرعة خدوا القرار والستاذ زين كان زيه زي اي حد قاعد دلوقتي بيتفرج وبيسمع بس ماستسلمش مش قد قرار في لحظة اه يعني انا دايما اقول يعني اه طريق هو دلوقتي بقى له سنة مثبت سنة مثبت ولم يعود الوزن مرة اخرى اه ليه معادش الوزن مرة اخرى علشان انا بعوده انه هو بيفطر بدري بيتغدى بدري بيتعشى بدري مع انتهاء مع انتهاء الساعات النهرية اه بيتوقف عن الاكل لما بيبطل الكورسات دي بيفضل ياكل بنفس الطريقة التلات وجبات في مدار الساعات النهرية وبالليل ما بيأكلش وعلشان كده اه يمكن انا بكتب اه انا بقالف كتاب التاني في الوقت اللي انا بي ده وهسميه سلوكيات التغذية بين الماضي ده الكتاب التاني مبروك عشان انا بأول حد باركلك ان شاء الله يتم على خير ويقصر الدنيا زي الاولين ان شاء الله يكون في معرض الكتاب كمان ان شاء الله سلوكيات التغذية ما بين الماضي والحاضر تعالوا نتكلم كده قديما بالفطرة بالفطرة كانت حياتنا ما بتزودش الوزن اه ان احنا بنصح دايما في الفلاحين لان انا من المنوفية وعارفة ده كويس واهلي وبابا اللي يرحمه ده من صعيدي يعني الحياة انا او انا بتكون الفطار بدري بعد الفجر اه والغدا بيكون على الساعة واحدة اتناشر الدهر اه وعلى الساعة ستة او يعني اخر اليوم ده الحشة ومعاهل عشة وساعتين وبين نام اكل بالليل بقى مفيش اه وطبعا كل الدراسات قالت ان الغدة الدراقية بتفرز الهرمون اللي بيحرق سعراتنا بالساعات النهارية وليست الليلية فكانت الفطرة انا ما باكلش بالليل كمان كان جميع الاكل وطبيخ الاكل بالزبدة البلدي اللي كتير جدا يقول الزبدة سعرات غلط غلط جدا السمنة البلدي او الزبدة البلدي هي اصح السمنة و اصح زبدة اصح البلدي بالزبط للأكل اصح زيوت نضيفها الاكل ونطبخ بيها ليه؟ الزبدة البلدي مش الخضرة ما جبهاش كده اطبخ بيها لأ لازم اسياحها وتطلع المرطة دي دي بقى الكوليسترول الدار اما الزبدة البلدي بعد ما بتتساحه توقع سمنة كده ده فيها حتى الكوليسترول النافع دي طريقة اكل مع خضروات مع الاسناكس الطبيعة دي ما كانتش بالتخان ما كناش بيدخل في الإحصائية الدولية معاناتها من زيادة الوزن اما مؤخرا مع وجود الفاستفود ووجود المياه الغازية كل المستحادثات التي تركت علينا دي اللي خلاتنا بندخل في الإحصائية الدولية معاناتها من زيادة الوزن معنى ذلك ان مش الناس اللي زاد وزنها او اللي هي تعاني من زيادة وزن دي ملاش حل لا ليها حل هنا كانت شهية عالية ويعاني من زيادة وزن في الكرش اللي هو الجسم التفاحي ودايما نقول سمنة البطنة اخطر انواع السنة وبتالي واصعب كمان اصعب في نزولها لا مش اصعب معنديش حاجة معنديش حاجة صعب لا لا حقيقي انا بنكوشك بكلمة اصعب لا لا ما عنديش حقيقي ما فيش ما عنديش سواء حالة سالزين او سين او صاد او اي حد ليه لان احنا بنسمع كويس بنعرف الاسباب اللي اتدفعت بلي زادة الواسط انا بعرف المرحلة السنية اللي بتعامل معها لان لكل حالة صحية وفقة عمرها وكيفية التعامل يعني الطريقة اللي تتعامل مع سالزين غير دعاء غير سين غير صاد غير مراته غير مراته اه يعني هما الاتنين في بيت واحد لكن لا طبعا مثلا مراته هتلاقيها اربعينية انا عايز اقول له حددك حاجة انا فضت انا وزوجتي كنا كل واحد باخد في كورس مع بعضه فيجيبه اقول له ينفع ده معدي قال لي لا دي له حالة ودي لا حالة ايوه 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 طبعا لك يعني كل واحد مع نفسه بياخد كورس جون بعد كده قال لك ناخد كورس احنا الاتنين متنفعش طبعا قال ليه لا دي له حالة ودي له حالة علشان السيدة من الثلاثين للاربعين بالزبط اهه مع كل سنة بتفقد الكدرة على حرق خمسين سعر حراري يعني اربعين سنة بقت فقدر الكدرة على حرق خمسمائة سعر حراري يبقى انا هنا لازم تكون الحوارك اعلى الراجل محظوظ الكتلة العضلية عنده كبيرة فلذلك لا يتضرر الحرق على مدار عمره اما المرأة تتضرر مرتين الموضوع مش خد ده خسسني فيلا ماشي او انا لازم افض نفس الكورس اللي مرأتي خديته في الاول وخسط عليه لا لكل حالة صحية وفقة عمرية والتعامل مع راجل غير المرأة التعامل مع شاب غير من هو متقدم به العمر ويعني مشاكل صحية التعامل مع طفل غير متعامل مع شاب لا مختلفة الحقيقة يعني الطريقة مختلفة وإلا ما نسألش اسئلتنا بقى طالما احنا عندنا الكورس اللي عايزين نبيعه قال له انا عايز اخذ خلاص خد كذا على طول بالظبط يبقى انا طالما كده يلا اتفضل ولاش نتكلم بقى في كورسات بقى ده انا بتالي الحالة الوحدة ممكن بتغيروا فيها كمان الكورسات اخد ثلاث كورس مختلفة اخد البيسلم اخد كورس البيستا وطلاثة طبعا مرخص وزارة صحة عشان نستبقى الفهمة ليه اخد ده سوبر سيليم والبيستا ثلاثة مرخص وزارة صحة وكمان مع الكورس بيكون ورق الترخيص يعني مع الكورس ليه انا اديته ده قلت ليس اقولك في الحالة الوحدة ليه بنغير انا هنا داخلي بشهية عالية انا عايزة اقفله الشهية وعايزة انجح معي وعايزة يكمل انا من البداية دايما الانتباع الاول يدوم لازم اول كورس ده يكون بيرديه نفسيا فبحاول احلله كل ازماته فيه الكورس اقفلت له الشهية طبعا اخاف لما اقفل الشهية افضل مكمل بنفس المادة العشبية فيحصل عنده ثبات وزن لأ انا عايزة يفضل يستجيب ويخص فهنا اخد نسبة عالية وكمان لما بطل ياكل انا خاف يحدث معي امساك لازم اتجيله خلاص الاناناس اللي موجود في البيسلم علشان الفرومالين ده منظم جاهز جاهز لحركة الامعاء طيب انا بعد كده عايزة اعمل ديتوكس انا عايزة اه مضادات اكسادة بسرعة انا عايزة نضب في جسم البيستر بيحتوي على التفاح الاخدر الموضوع مش هباء انا دكتور ابي علم التخزية علم التخزية يعني فوائد السمار وكيفية توقع تلك السمار على الجسم يعني كلها طبيعية عشبية وكلها عشبية طبيعية بس دي اهم حاجة طبعا بس يا دكتور فيه حضرتك عزة لحضرتك سؤال يدفن بالنسبة للكرس لما باجي اخدوه فانا قلت له انا عند المنطقة دي والمنطقة دي والمنطقة دي ما طبعا انا هقولك دلوقت حديدا بالمناطق هقولك ليه ليه كده انا بيجي عليها بالضبط ومسسرها انا فاك هقولك هو الكورس ده عارف ازاي ان انا عايز انزل البطن انا عشان كده بقوله انتو سحر السؤال ده بيجين كتير عالي انتم سحر انا هقولك لا مش سحر واحد يعني انا مثلا ايه بصيت لدي رائبتي دي حضرتك هتشوف الصورة اه كانت كده اه ووش كده يعني كانوا بقولوا ايه انت شكل اليابانيين اه 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 اقولت له على الحاجات اللي يوم اللي ببيعات ده ايه اه 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 ا 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 ويدور على الخلايا الدهنية الموجودة في مكان دونال آخر وبيفتتها والموضوع في الأول بقى في الشهية بعد كده الجسم بيبتدي يتكشف لدعاء سهيل بعد كده بيقولك إيه أنا نزلت بس شوية عندي بطن زيادة شوية زراعة مش مريحاني أنا بناءا عليه بتجيله للسنة الموضعية اللي هقدر وبسرعة لازم يكون كمان نسبة عالية من الحوارق عشان تكسر وتفتت الخلايا الدهنية الموجودة في مكان دونال آخر وتخرج من الجسم الحمد لله تسع سنوات يعني بقى عندنا من الخبرة ما يكفي طبعا فوق كل لازي علم عليم وخصوصا كمان احنا بنجيب سمار النجاح قدامنا يعني الحالات نفسها بتيجي تتكلم عن نفسها طبعا طب ناخد رباب على التليفون يا رباب أهلا وسهلا أهلا بيك عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضلي الحمد لله يا أمر أهلا وسهلا ازاك يا دكتور ضعي ازاك يا حبيبة قلبي والله 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 كلنا فخرين بي يا ربي يخليك والله بالنتجة اللي كلنا بنوصلها يمكن بأبسط الحاجات وكلنا فرحانين جدا يا ربي يخليكي شكرا يا حبيبتي والله أنا لما خدت الرقم برضو من على البرنامج واتكلمت وطبعا الأستاذة إني هي اللي تابعت معي كلهم والله يا مش باهي ومش إيمي كلهم فريق الفريق كله هقولك أنا ليه كلهم أنا برضو يستمش مش سهلة ما بعديش حاجة قولي لي يا رباب انت خسيتي قد إيه أنا كنت أنا مية وثلاثين وبقى لي شهر ونص انتبع مع الدكتور دعية آآ كده بالزبط نزلت 14 كيلو نزلت 14 كيلو آآ 14 كيلو في شهر ونص في شهر ونص كميلي آآ كميلي 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 يعني حاسة انك مبسوطة بعد فوكدان 14 كيلو أكيد 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 هي بالنسبة طبعا 130 كيلو لسه بدري بس بالنسبة ان انت دلوقتي بتحس ان انت بتنازل مش في الطالح آآ طبعا ابتدى جسمك ينزلت فرحة جبيرة آآ طبعا او ده اللي أنا بقوله آآ دايماً اول كورس يخليك انت حريص اكتر مني آآ يعني دايماً ايه اول كورس الحمد لله يعني كل الناس آآ مع الاول لحد العاشر انا بتكلم ان في البداية انا بقنعك وانت بتكون يعني مش شايف نتيجة بعد ما بتشوف النتيجة بتبقى بعد كده المعنويات مزبوطة ليه ليه بقول بعد كده معنويات مزبوطة بيكون آآ يعني هرمون السروتينين مزبوطة انا راضي عن نفسي صحيح هرمون السروتينين مزبوطة يعني هرمون السعادة يعني هرمون الشبع يعني مش هكون جاعة وانا هساعد نفسي بنفسي في الاول طبعا بقى في اللوم الشاهية علشان ميبقاش قاد قدام الاكل اللي بيحب ويأكل اه انا مش عايزاي جاهد نفسه اه انا عايزاي يعني ماتديش يحس بعذاب وان انا محروم حتة الحرمان دي بتبوزي النفسية تماما لا طبعا لان انا بتعلي هرمون الجوع دي هرمون الدين وده من الضغط والتوتر واللي وان انا اجاهد نفسي انا مش عايزاي يخس وهو بيجاهد نفسه انا علم التخزية علم مدارس اه انا بشتغل بمدرسة الكميات وليس النوعيات يعني مقولكش متاكلش اه مثلا مطاطس مكارونا محشي لا اكل كل حاجة واي حاجة ولكن بنسب قليلة معتدلة النسب دي هو مش هيقدر عليها لو ما فيش عامل مساعدة والكورس اه طيب ناخد نجلاء على التليفون تحت قبر حدية يا نجلاء نجلاء ازايك يا نوجة ايوة سمعكت عاملة ايه في نعمة الحمد لله تمام قولي يا نجلاء انت انت خدي كورسات التكسيس نجلاء سمعني ايوة انا خدتها ايوة خدتها من طبيعتي مع دكتورة اه فصلتك وحد الدكتورة سمعاني انا الفوت بيقطع بس شوية نجلاء انت سمعانا كده سمعانا يا نجلاء ايوة 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 متكلمين منين يا اسزا نجلاء انا خسيت عشرين كيلو حضرتك لا في خلال اعتبر خمسة وخمسين يوم كويس خمسة وخمسين يوم يعني ما يقرب على شهرين اه دخل على شهرين كده كويس اوي عشرين كيلو يعني انا حوالي عشرة اه اه نزول طبيعي من يعني من تمانية لاتناشر زدنا كيلو قليرة كيلو ما يبقاش في مشكلة اوي نجلاء سمعانا جدا جدا يعني انا بشكر دكتورة دعاء جدا جدا ان هي عايت من جديد والله العظيم يعني ودكتورة الاء تقبت معايا قوي والله دكتورة الاء الاء اه من درجة ان كلهم والله ما تزعلوش حد من الخبراء من ان الله يصلح حالكم قليلي قليلي يا نجلاء كنت محرومة من حاجة نجلاء اسمعينة يعني نجلاءة الوغدة قرار ما تسمعيش حد اسمعينين يا نجلاء كنت بتعملي ضايت نجلاء انت معنا لا لا ما كنتش بعمل ضايت كنت بتاكل كل حاجة مع القرش كنت تتخيالي بقى ان مع القرش على فكرة هي كده مستمعينة انت مستمعينة يا نجلاء الشبكة عندك المكان اللي انش فيه مش مظبوطة طيب بصي يا نجلها اوفي في حتة كده فيها شبكة حلوة وكلمينها تاني طب ما احنا نسأل بقى استاذ زين نفس السؤال انت في حد حرمك من حاجة لا انا حاليا باقول كل حاجة واجسم خلاص وانت مسبت كمان دلوقتي يا انت دلوقتي خلاص مسبت ما بقيش تاخد الكورسات طب ليه بقى مزادش وزنك تاني اه ده بقى السؤال الجاي المهم اه انا بعوضه بقى على نظام اكل افضل ماشي بيه انت مش محروم انت مش عامل دايت انا بس بنظم لك موعيد اكلك ازا اكلت التلات واجبات في الساعات النهارية والليل اللي بنعمله واللغبطة دي خلاص لا يعود الوزن مرة اخرى ازا اخدت الكست الكافي من نومي فلا يعود الوزن مرة اخرى ازا اخدت الكست الكافي من الميا وطبعا الميا بتعلي معدل الحر اقل معدل الايد داخل جسم الانسان ازا انا عملت ده فخلاص انا مش محتاج لأي حد هفضل اكمل حياتي بشكل صحي ومش حعيني من زيادة وزن انا زبطت الجسم وعرفت الجسم ازاي يحرق وإيه الكمية الاكل اللي الجسم بياخدها زائد النعوش في السيريام كان بيعطشه فهو قبل كده ما كانش بيشرب مية بالزبط بعد كده انا بخرج من التجربة بتاعتي وانا مكتسب العديد من السلوكيات اقدر اكمل بيها الى ان يطول بي وابينا مقصود من الفكرة حضرتك انه مثلا الواحد ياخد الثقافة بتاعت الاكل من الدكتورة دعاء وخد خلاص وكده بس يمشي عليها على طول اللي هي بيها انه هو ايه يكل مش حماية ده مش حاجة نفسك وطنظيم اه احنا بنقول تعملي التنظيم يعني انت لو جيت بالك تاكل فيزا بالليل ياكل كل حاجة ما تاكلهاش بالليل بس اه ما تفضل كلها بعد الظهري تاني يوم عشان تقدر تحرقها وبعد كده كل طاقة سلبية الموضوع لو الناس بس يعني ادركتك شوية ما فيهوش مشكلة خاصة هي عايزة بس ايه الواحد يتتبع القوائل اللي ماشية في الان يفضل يفضل ماشية طب ناخد الفيسبوك يا جماعة كمان مرة عشان الناس اللي بتشتكي انها مش عارفة توصل عن طريق تليفونات قدامكم الفيسبوك صفحة الفيسبوك الموثقة بالعلامة الزرقة اهي قدامكم وعندكم كمان صفحة الانستجرام هتنزل دلوقتي ومش عايزين ننسى ان التليفونات كلها عليها خدمة الواتساب اه طبعا تمام عندكم كزا طريقة للتواصل يا جماعة يمكن تمر من المرات حد من اللي بيسمعنا دلوقتي يبقى قاعد على الكرسي نكون سبب نغير الحياة اه بدل لاستاذ زين وفعلا فعلا نكون سبب ان احنا نغير حياته للاحسن وسحيته كمان للاحسن ان شاء الله ساز زين انت نورتنا النهاردة شكينا وهنستنى ان شاء الله مرة جاية كده المدام بقى نكون موجودة معنا وهي فعلا عايزة تشوف حضراتكم والدكتورة بالذات عايزة من يكرم من يكرم من يفعلا كانت عايزة تيك اه حاجة اخيرة انا حضرتك من كتر الطلبات عن الناس الصنع يعني عينة بينا قدام الناس اه انا بقيت احط سدقين بقيت احط رقم التليفون بتاع حضرتك والاستاذ باهي موجود في مكان عام الناس بقيت تغبير حلو جدا مبروك عليك ساحيتك ومبروك عليك حياتك الجديدة انت والمدام مبروك نورتين يا حضرتك والله وساعد صدرك ودايما استدفتك اللي شرف والله ومرسي الكرات النهار اللي دايما دعم لي ولي مبادرات اشكرك اشكرك نورتين يا حضرتك اشكركم على متابعتكم الكريمة واتمنى من الله ان الحلقة النهاردة تكون عجبتكم كلها من اولها الاخرة واستنونا بقى حلقة جديدة وسمار مبادرة جديدة ونجاح جديد ان شاء الله باذن الله يكون حافز ليكم ان انتو تاخدوا القرار وفي يوم الايام تبقوا قاعدين بيننا باذن الله اشكركوا في القناة اشكركوا في القناة